وحرص رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على استعراض أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال سنوات الخمسة الماضية خاصة في قطاع الصناعة والأمن الغذائي الذين يمثلان محورا هاما من عملية التكامل وأشار مدبولي إلى أن مصر اهتمت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات أهمها البنية الأساسية والاقتصاد وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات اهتمت جمهورية مصر العربية من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في كافة مجالات البنية الأساسية والاقتصاد المصري وعلى رأسه قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفيما يخص قطاع الصناعة فقد حققت مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية منها جائحة كورونا على مدار السنوات السلاس الماضية طفرة كبيرة في هذا القطاع حيث تم إعطاء خمسين ألف رخص تشغيل جديدة لمصانع انشأت في خلال الخمس سنوات الماضية خمسين ألف رخص تشغيل جديدة لمصانع تنشأ لأول مرة وبمتوسط خمسين فرصة عمل في كل مصنع فنحن نتكلم على حوالي اتنين ونص مليون فرصة عمل تم إطاحتها في القطاع الصناعي على مدار الخمس سنوات الماضية شكرا